اشتركوا في القناة والمصالحة مع الوطن وما نمق من كلام فعدنا للدراسة في الثلاثية الثانية في السوداسي الثاني من السنة انهيت السنة باخفاق اخفاق مركب لست سببا فيه مع بداية السنة سنة الموالية 88-89 وصلت الدراسة بالمحهد في المنتصف الثاني من من السنة الدراسية كان سعب الحميد الهداوي يطردني دي ما دون سبب كان سيد كلاس طرد 15 يوم برا طرد الحمد لله اخر العام طردني ديفينيتيف عديت الباك وين يعني مترد ولكن من بعد قال لي لك تنجم لانه تعني كيف كيف ما خذيتش الباك بداية السنة الاخرى حرمني من الدراسة كليا قال لي لا مجال لكي في هذا المحهد وعدته وعدا وعد امرأة تونسية اني في اخر سنة ساتيه بشهادة الباكالوريا وسأدخل الجامعة رغما عن انفيه نعم سنة سنة دراسية تسعين تسعة وثمانين تسعين وصلت دراستي بمعهد ابن قطيبة وكان المعهد الوحيد شكرا لك مدير هذا المعهد يقبل المحجبات ودرسنا درسنا فكنت من بين خمس خمس اعضاء يعني خمس لامذا اللي ينجحوا هزيت الباكو هزيت المبروك ومشيت الهداوي قتلوها وبنات الانترناع حتى يخرجوا وين تحطهم يبدعوا